وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 487 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 135 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 43.5 طن وبمجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط قرابة 52 طن وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية من بينها 143 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات